موسيقى موسيقى بعض الناسم قمت بصور عزالة وقدموا السفادة ويستخدموا السفادة اخبرناه فخصة قمت بصور عزالة وفعلناه اطلعكم بصور عزالة وعطونا خمس سنين ونطلع نجح لفعله ونجح لفعله وتركنا في القدرة فإننا ونحن mice أعطونا جديدة مشروع الأطلس وهو الذي أعطونا هذا المشروع لحساب الفقراء لكي يستفيدوا هم الأولين هذا جهيز يكمل ويأطونا دواور أخرين ونحن رباقين وأنا من هذوك الناس اللي كنت في الدوار وتحرقت لي البراكة وأعطونا شهادة إدارية بأنني أعود بني براكة وعود بنيتها كلهم هم هنا وعود بنيتها وسكنت فيها وعاد ريبوا لنا في الأخر ها ينتزم دي الوي أم بشت جمعنا الدوسي اللي أولاني ها الواتائق اللي كنا جمعناه وهذه الضاريبة في 2014 كنا شدينا أول ضاريبة دفعناها هاي باش صيبنا الدوسي اللول يعني أقع الواتائق وهي وثاني الضاريبة دي الالفين وثاني وثاني الدوسي الاخر وهذا الواصل الإيداع في الأخر مجمعنا شواهد لهذا الموضة أصليين قلنا باش تساعدوا معنا هذا العمر اللي مشى ديال رئيس الدائرة بتساعدوا معنا تعطونا الواتائق الأصليين وحنا تقنا فيه أعطينا شهادات لهذه الأصلية أعطينا تصريح بالشرف أعطينا اللي مجوج عطا عقل الزواج اللي ممجوج عطا اللي مطلق عطا الواتيقة ديالو نسخة ديالفوتوكو في ديالا كارت يعني وعطانا وصل الإيداع بأننا احنا يا عراد دفعنا لي الدوسي ديالنا أولا الخرات عمر شوائد السوكنا أخذنا من الإدارة من الدائرة قلوا لنا درنا واحد وقفات اكتجاجية في العمالة في المنزة الغبطنا لعند السيد العامل استقبلنا صيفتنا لأمي ناجمو رابا فرباط قلنا تخلنا عند السيد السيد مدير ديال رابا أمي ناجمو دار معنا واحد الحوار اللي هو مزيان وطمأننا على عنا غادي نستفدو في تزيئة الناسي هنا غادي نوريكو عد الواتيقة اللي كتأكد بالله نستفدو في تزيئة الناسي ما هو واحد المحضر ما هو نايق المحضر شنو كي يقولك يقولك انها اجتماع مع بعض المنتيلي الساكنة دوار الفقراء جماعة معزق الذين تم هاد مبارركيهم الناس سيستفدون من عمليات إعادة إيواء في مشروع تزيئة الناسي مقابل هاد المحضر حصلوا الناس هنا كاملين على واحد على واحد الاشعار والاشعار اللي كيتبت بالله من حقك السابد في الناسي ما هو يخبركم رئيس دائرة انه بعد معاينته دمازيكم الصافعي فقد تم إدراج اسمكم في قائمات المستفيدين هنا حيث سيتم استدعائكم فور انتهاء الأشعار التقنية بتزيئة الناسي بلدية عيناء والإمضاء عن اللجنة المحلية جلنا واحد تصريح واحد إشهد دعاوة دية الساكنة كاملة ماذا نقولوا فيه نحن نشهد نحن الموقعون أسفل وسكان دوار فقرة الصافعية انه ليست هناك اي شكايات او دعاوي مقدامة في مواجهات بعضين البعض عكس ما يدعي السيد رئيس دائرة بعين عودة في شكاية يعني احنا قدرنا الكنتر ديال هات الشكاية الكيدية اللي دار لنا لانه نسميها شكاية كيدية علاش؟ لانه نهار الول كان يجي يفك معنا ويصارحنا لانه نحن لكان عدنا مزور انهار اللي غادي نعطي ورقة غادي يجاوبني في الولاس يقولي عندكم مزورة ومساعد ندخل مع القادة انه هالناس ها كل شيء ديال الناس هامق لغاليزي ها 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 هذا محضر ديال الحكم القاضي ها جينا عند مسيدي قلنا لما احنا عند سيد الواكيل قلنا ليا شنو قلك سير عند السلطة جينا عند السلطة شنو كتولك تقول لك ارى الميلف ديالك في القاضة ترجعوا لعند كي قلنا سير عند السلطة تنجوا عند السلطة هنا تقولنا الميلف ديالك في القاضة تمشوا عند القاضة تقولنا الايدارة انا لا تبت فيك شي حاجة ديالنا اصبحتيا هنا بغينا نعارفه لما اننا هناك ويتش الك الذي كنت دخلنا واخذنا الوراق وهنا يهدمنا لثبتنا ويأخذنا الوراق واذا يجبانا واذا يجبانا واذا يعطونا الوراق اصلا عدنا شأن نريد اسم تحقيق رأس ويعطونا العباد الله لماذا مشاردينه ؟ انا لاي عقل واحد فعل ملف دياله وشحال هذي هو كي تسنق وانت جارق وعطيني جواب انا امريكا نجي هنا ياتي يقولوا ان وسكتوكم شوية ديال الوراق كيفاش ادارة غتسكتني انا بورقة مش تريب لي انا حالي انا الادارة اللي بغت تريب لي انا رغت تريب وتصيفتني تشاردني بمرق امره ما غتعطيني انا وراق تتبت بالرغة ديال الناس تتبت بالرغة ديال الناس انا لاي عقل انا مدخلش الراسة كانوا يعطون الوئام والجهيز يريبون لهم هذه الساعة ويدلون لهم القرعة ويمشوا يخذوا بقاعهم احنا قالوا لنا احنا ما كنش جهيز مبقاش انا اعطيكم الوثائق انا اعطيكم الجهيز سيروا استفدو اذا قوى المشكلة الخلطنا فيه احنا يتقنى فيهم هنش ديال الورا ويقلنا الناس ان الناس لم يبقاش قالوا الاطلس هذا الاطلس اعطيه لنا ويجهز ويعطيه لدوار اخرين احنا باقين يا الله تقفل ايدانة ويغذروك اخوة احنا ضيعين يديروا معنا شي حل اختهد القضاء اللي سيقولوا ليك ارى الاخت ولكن هما دوك اعطوا لها كدحية اه 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 اعطوا لها عندكم الوثائق صحاح معدبين نحنا ومعدبينكم انتوما والله اختصر الفرقة الوطنية اللي كي استدعوهم احنا عندكم الوثائق صحاح يقولوا اعطوكم الحق دياركم هي اقلا لها يعني ما لقوا كل الوثائق صحاح يعني احنا ركاءه من هنا الشيء حاجة اللي كيلعبو بينا ماذا شقول كاين احنا في شي ازاما عناش يو اه 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 او اي شوفوا مع الناس اللي يذورق ماش احنا مواطنين صغار داروا فينا مبغوا يا اه كانو احنا اه 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 انا عندي دوك الوثائق مزورة يعيط لها دك سيد اللي يزور. يجوا يدروا معي التحقيق. ممشيش المواطين اللي هو صغير عارف انه غادي مسكنه يحبسه. ما عن دور. يبيوا رئيس دائرة ويزور اللي مدطف غاية لتوفرز اخرпрمو نصاليا لم يعده انه علا عندك ذلك لاشي اشيب من العروب الحاجة والشهل هنا Gir méd cam 3 نهر 3ix13 2014 رئيب ليم عرفه من نجل مراقعد انه شهرة طقيقة قبل منهم مقيد وشهرت لحق 영ه 끊ألي تعيش ج minha الحاجة الي يبقى ان الناس يجب Advanced FTC لم يكنوا في الدوار وقالوا لي أنت ستسافد وقالوا لي أنت ستسافد رئيس الدعيرة السابق الذي سعيد ريوش قالوا لي أن تقليد على رقبتي لا يضيع ريبوا محالاتكم وقالوا لنا وشكينا بأنه سينا بالسيد بأنه سيخرج تقعود وقالوا لي أنت ستتريب لنا وما سيضمن لنا حقنا قالوا لي أنه ستشدوا وقالوا بأنهم متوفر على كل محلي وقالوا لنا عند العامل وشكينا عليه وقالوا لي وقالوا لي أن يخليك وقالوا لي أن تخلوا علينا هذا الناس وماذا سنفعلوا هنا وماذا عندي رباح يبقى في براك وقالوا لك أنا كان وعدكم براكة تساوي بقعة وبشي تعلانيتي وبشي تريب تقفل من هذا الناس اعتقدت بأنه سيصافي سيتحقق الوليداتي إن شاء الله وما نخليهم مش مشاردين وتساوط فيهم بالبرد بشي تعلانيتي بشي تريب تمحالي نهار ثلاثة في شهر ثلاثة وراء أنا دائر وكل موكل محامي ديالي وحط لهم الوطاقة ديالي مكاملين هنا بالشهود بكل شي وأنا رأس بقلية وعيطة وقالت لهم وحضروا اللجنة المحلية وحضروا رئيس دائرة للناس وقادمية وكل شي وهم سوف يفقوا المشكل بناتهم أنا كانت سأل حق اعطيه لي ما يدخلونيش أنا في الحيتيات هذا هو اللي كانت أتمنى محمد السادس نصره الله أنه يدخل شخصياً ويشوف هدى الناس هدو إلا كانوا هم تيديروا شي نصب وتيديروا شي احتيال نتمنى من الله الله ياخد فيهم الحق حيث لأن شردوني أنا هدي سبع سنين وأنا كانت سنة كانت جري ونجري على أرزق أولادي الله ياخد فيهم الحق ونتمنى من الله الفرج يا ربي وعيش الماليك عيش الماليك عيش الماليك عيش محمد السادس شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك